كرات الثلج التزحلق على الثلج وامتطاء حصان أبيض على الثلج كلها تعد نشاطات مألوفة بالتزامن مع تساقط الثلوج في شمال شرق الجزائر إلا أنه طول الثلوج في جنوب غرب البلاد أمر نادر الكثبان الرملية في ولاية بشار اكتست حلة بيضاء الأطفال والكبار اغتنموا هذه الظاهرة النادرة للتساقط الكثيف للثلج من أجل اللعب وذلك في منطقة بني مونيف التابعة لولاية بشار الحدودية مع المغرب الأرصاد الجوية أصدرت تنبيهات بشأن تساقط الثلوج في الولاية على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن سطح البحر وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بحسب ما نقل التلفزيون الجزائري ساكنوا هذه المناطق عبروا عن ابتهاجهم بالمنظر من حولهم وذلك بعد سنوات من الجفاف وضعفه طول الأمطار مما دفع المزارعين إلى التخوف على مستقبل الموسم الزراعي الحمد لله بعد نهاية الدوام منتصف اليوم توجهنا نحو العائلة مع الزوجة والابن للتفسح والناس كاملا رأى متفاق لخير بهذا التساقط على الثلوج إن شاء الله تكون نافع على هذه المنطقة إنه شونا ربي طيحنا شوية شتو ساعة سبحتين يوم متلجة ما أعرفنا شو الحال متلجة عندنا بزاعة مضع شنائية في ابني والنيف واليوم الحمد لله ربي شافينا وحاجة مليحة إن شاء الله يجي عملية إن شاء الله بعد الثلجة هذا من ناحية أخرى عزلت الثلوج بلدات وقرى في المرتفعات في مناطق شرق ووسط الجزائر وتتوقع هيئة الرصد الجوي استمرار المنخفض الجوي وتهاطل الثلوج على المرتفعات في تلك المناطق كما أغلقت السلطات ثلاثين مدرسة بولاية عين الدفلة بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة ولصعوبة تنقل حافلات النقل المدرسي هذا ما استدعى تدخل فرق الجيش والحماية المدنية لتوصيل التموين الغذائي وقوارير الغاز إلى القرى وتسهيل حركة السير وتنقل المواطنين وتوجيه مستخدم الطرق نحو المسالك البديلة هذه الصور من ولاية جيجل في شمال شرق البلاد وفي السياق دعت هيئة الدفاع المدني السائقين إلى توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية وخفض السرعة لتجنب الانزلاق واتباع الإرشادات والنصائح الضرورية للسلامة كالتثبت من صلاحية المصابيح الأمامية والخلفية ومراقبة حالة العجلات والتزود والوقود قبل رحلة طويلة مع ضرورة مراعاة السرعة خاصة في الليل وفي حالة المطر أو الثلوج شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر